لحد دلوقتي وإحنا في 2020 معظم الجماعات في العالم بتدرس المحاسبة والإدارة بس بشكل نظري يطلع الطالب من الجامعة متخيل إنه هشتغل باللي درسه بس للأسف بيتصدم بالواقع الواقع اللي كلنا عارفينه إن عشان تقدر تشتغل محاسب أو محل مالي لازم يكون عندك خبرة والسؤال اللي كلنا بنسأله طيب والخبرة دي هتيجي منين وإحنا لسه متخرجين في 2009 بعد ما اتخركت قعدت فترة كبيرة بدور على شغل لحد ما بدأت الكرير بتاعي كمحاسب في شركة صغيرة بسجل ديبت وكريدت وبحاول أتعلم وكان الموضوع صعب بسبب الفجوة بين اللي تعلمته في الجامعة واللي مطلوب منه طبق لحد ما دخلت على الإنترنت وقعدت أتعلم الشغل العملي وأخد أمثلة بعدها جات لي فرصة في شركة بيبسي ودي من أكبر الشركات المالتي ناشنال في مصر ساعتها قدرت أكون قد المسئولية وتعلم كل صغيرة وكبيرة وبعد ست شهور قدرت أعمل مشروع على برنامج الأكسل باستخدام معادلات وماكروز وده كان أول فينانشال موديل عملته في بداية حياتي وكانت النتيجة أني الحمد لله ترقيت وبعدها بدأت أتعمق أكتر في الفينانشال موديلينج وتنقلت بين شركات كتير في مجالات مختلفة زي المجال الطبي، الميديا، الاسمار العقاري، والفينتك وكمان بدأت أطور من نفسي وأتعلم فأخدت السيم إيه والإفم في إيه وكورسات تانية متخصصة في الفينانشال موديلينج ده خلاني أفكر طب ليه أنا مساعدش غيري عن طريق الكورسات وفعلا لحد دلوقتي عملت أكتر من ألفين ساعة تدريبية على مدار خمس سنين في البحرين وعمان والكويت والسعودية ودايما بحاول من خلال الكورس ده أوصل الناس لمستوى متطور في الفينانشال موديلينج وآخر إنجازاتي أني الحمد لله قدر تحقق المركز الثامن على مستوى العالم في الفينانشال موديلينج السنة اللي فاتت طيب أنا إزاي قدر تحقق وأوصل لكل ده بعد توفيق ربنا أقول لكم كلمة السر التطبيق هو الأساس في الكورس ده أنا جمعت فيه كل خبراتي عن إزاي تكون محاسب ومحل المالي قوي في شغلك ونجمع كل التفاصيل وعندك إجابة لكل سؤال خاص بشغلك وكمان يكون عندك نظرة على البزنس من فوق عشان تقدر تبهر مديرك بتقارير واضحة وبسيطة حاجة كده تكون interactive سواء كانت tables أو charts وغيرها من أسرار الإكسل اللي هنعرفها في الفيديوهات الجاية إن شاء الله شكرا لكم وإلى اللقاء